شدد الرئيس السيسي على أهمية أن تكون مؤسسات الدولة قوية وقادرة بما يسهم في منع الكثير من التحديات وخلال كلمته بالأكاديمية العسكرية المصرية طمأن الرئيس السيسي المواطنين على الأوضاع في الداخل مؤكدا مرور البلاد بظروف صعبة يعاني منها أيضا كثير من دول العالم فإذا كانت الدولة بمؤسستها قوية وقادرة سدقوني ده بيمنع كتير كتير من الشرور يعني وعايزة أطمينكم أيضا على الأوضاع في الداخل صحيح أنه بنمر بظروف صعبة جدا زي ما كل الدول تقريبا بتمر بده وده أمر احنا ما صنعناهوش بأنفسنا يعني ونممكن قلت مرة قبل كده ما عرفش يعني أن ده وصل لكم ولا لما قلت أن احنا يعني ما دخلناش في حروب واقتتال ضيعنا فيه قدرات الدولة المصرية ومستقبلها لا ما عملناش كده احنا كنا حرصين في كل ردود أفعالنا أن احنا يعني نتسم بكتير كتير من التوازن ومن الحكمة في التعامل مع كل المشاكل اللي بتقابلنا وكان حتى الموضوع الإرهاب ده فرد علينا فرض احنا حرصنا جدا جدا من أول يوم لو حد من طبعا أنتم يعني الشباب صغير لكن أكيد بتعرفوا ده يعني في 2013 و14 احنا كنا حرصين جدا جدا على أن ما حصلتش أبدا أي شكل من أشكال الصراعة أو أي شكل من من أشكال الاقتتال لكن ده يعني كان اختيارهم وكان لابد أن احنا نجابه هذا الاختيار